معناته الدوخة مرتبطة بالتعرق دكتور مرتبطة بالتعرق مرتبطة بفقد سوائل الجسم يؤدي إلى الجفاف الجفاف معناته أن الجسم يحتاج إلى الماء صحيح لذلك في بعض الأشخاص عندما يستيقظون من النوم يشعرون بصداع ويشعرون بدوخة هذا واحدة من الأسباب سوائل الجسم منخفضة لذلك يجب أن يشربون طيب الناس يقول طيب أنا قبل ما أنام أشرب كمية كبيرة من الماء وهذا أكبر خطأ فادح أول ما يصح من النوم أول ما يصح من النوم يشعر بدوخة فالجفاف يكون ترى عالي عندما تكون مستيقظ من النوم فيجب أن تشرب فالبعض يستخدم الطريقة العكسية يقول عشان لا أصاب بالجفاف بعد ما أنام ثمانية ساعات أقوم أشرب كمية كبيرة من الماء كذا أنت فتحت الباب على نفسك أنك كل شوي سوف تستيقظ من النوم وتروح دورة المياه كي تطلد هذه السوائل فغير جيد عندما تستيقظ حاول خلال اليوم كامل أن تشرب الماء بفترات بي نفس الطريقة التي ذكرتها قبل شوي تقريبا لا أشوف إذا لم تكن تمارس النشاط البدني وفي أجواء حارة هذه نقول 15 دقيقة تشرب 120 ملي لكن إذا الأجواء عادية نحن عندنا تقريبا 16 ساعة مستيقظين فيها كل ساعتين جيد أن نتناول على الأقل 300 ملي من الماء فعلا شكرا شكرا شكرا